الزهري وعلاقته بألم العضلات هذه هي المرحلة الأولانية في المرحلة الأولانية في بعض الأحيان يحدث نوع من أنواع آلام في العضلات واجع بواجه عام لكن في هذه المرحلة آلام العضلات لا تكون واضحة في المرحلة الثانية بعد القرحة تخف واتشفى من تلقاء نفسها حتى من غير العلاج بعدها بأسابيع تبدأ تظهر المرحلة الثانية وفي المرحلة الثانية تتميز بارتفاع في درجة الحرارة ويتضخم في الغدد اللينفاوية في الرقبة وفي تحت الإبط وفي أعلى الفخزين كما قلت لكم، الشخص يكون حاسس بإرهاق وتعب ووجع في العضلات وآلام في المفاصل وممكن أن يحدث له تساقط في الشعر وصداع وطبعاً ألم العضلات يكون مرافق لارتفاع درجة الحرارة والتضخم الغدد اللينفاوية ويظهر أيضاً طفح جلدي على الصدر والبطن وهذا الطفح الجلدي أيضاً يمتد لكاف الإيدين وباطن القدمين ترجمة نانسي قنقر